هحكي لك إحنا كستات كده بنلفها إزاي؟ يعني أنا مثلاً بالنسبة لي أصحى مش بالنسبة لي كإيمان يعني كست يعني عموماً مش بتكلم عن نفسي أنا بتكلم عن الستات عشان الناس كلها بتبعتلي بعد الحلقة ليه يا إيمان حرامة؟ ليه؟ ليه أنت مالك؟ ليه؟ ألف بعد الشر عليك يقولون إنه معنا مزيعة بس ماشي إحنا الحاجة ما تخصناش أيوة بالضبط طيب دلوقتي أنا كست أفتح الموبايل ألاقي فيديو بيقول لي إيه؟ عربية شيك تنزلت عياتي فيها من جوزك بدل ما تنزلت تتمرماتي في المواصلات فتبتدي إيه؟ تفاهمني إن الفلوس أهم حتى لو أنا مش مبسوطة مع جوزي أو بينكد علي أو 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 لا أنا لازم أبص على العربية شيك لأنا هنزل ألف بيها مع صحابي وعيط حتى لو منه مش مهام طيب حاجة تانية أنا متربية في بيت دي إيمان بقى أنا متربية في بيت بابايا عمره ما حضر حفلات مدرسة ولا تخرج جمعة ولا حاجة خاصة ولا كان لسه في التوقيت ده الحفلات التخرج معلش بس حتى يعني حتى لما كان بيبع عندي مشكلة في المدرسة كانت ممتي دايماً اللي موجودة عندي أي حاجة في حياتي ممتي دايماً من الموجودة لكن أنا ثلاث يعني يعني مش عشان بابايا ما قربش مني قوي في الفترة دي فأنا هعاقبه لأن خلاص هو بابايا وبحبه وبيقفوا جنبنا في حاجات تانية كتير فدي برضو نقطة بلاقي بنات بتقوله أول ما ترتبط عوضني عن حنام بابايا عشان بابايا تقول عمره كارسة دي أمان دي كارسة وخصوصاً في البيوت اللي فيها طلاق بالزبط كارسة اللي فيها طلاق يا جماعة يعني البنات بتبقى أول رجل بتقابل تقوله إيه أسانا بابايا سبنا وإحنا صغيرين أول حد هيطبطب عليها هي هتفكر إن ده الأمان وده التعويض للنقص اللي موجود عندها في البيت وده الأزمة اللي هيبتزع عاطفياً واللي هيكسر قلبها واللي هيجرحها واللي هيئذيها في مشاعرها واللي بعد كده هيعرضها للخزلات ويوم ما تتكلم هيقولها هيا انت نسيتي أنا أصلاً ما تكلمتش مع حد من أهلك أنا ما شفت الكيش أب طب ما هي زنبائي للأسف البنت زنبائي في رجالة عندهم القدرة على الفهم ده وفي رجالة للأسف مش رجالة ما هو مش كل راجل هيتقال عليه راجل ومش كل راجل هيتقال عليه ده الراجل ده سند اتجوزة السند اتجوزة الأمان انت الراجل هنا اللي وقت ضعفك ما ينتقدقيش بس لا ده يوضح لك ويكون داعم ليكي وقت جرحك ووقت أزمتك يكون جنبك احنا كرجالة أصلاً وما يفرق احنا بندور على الستات ليه أنا بقى كنت عايزة يعني ألف في السؤال بس كنت جاهلكوا كرجالة إن الأمان عندنا غير الأمان عندكم بالضبط